بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر وأسعد اللهم سأكون في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية المختصة في علم الطيور وخاصة الكناري والحسون في معظم الدروس كنت حريص جدا على هذه المواضيع التي تسلط الضوء عن التغذية وخاصة العناصر البرية لأن فيها فوائد لا تعد ولا تحصى لأجساد الطيور العامة والطيور الحبيثة خاصة ولا ننسى أن الغرب يقدم لنا أغذية متكونة من بعض الحبوب المتواجدة في الطبيعة وكثير من الجمعيات الأوروبية المتخصصة في علم الطيور تشجع على تقديم هذه العناصر البرية للطيور وخاصة الحبيثة في الأقفاص درسنا اليوم عن نوع من أنواع البذور التي تعشقها الطيور وخاصة الكناري والحسون اسمها العلمي بيريلا حجمها صغير وتعمها لذيذ جدا عند الطيور كما أنها سهلة التكسير هي تحتوي على لبطزج داخل القشرة الرقيقة أما لونها يكون أبيض وأحيانا يميل إلى اللون البني الفاتح هناك بعض المربين يلجأون إليها عندما تكون لهم ثراخ جديدة الفطام أي يعني ما زالت لم تعتمد على الحبوب الأخرى والتي تكون صلبت نوعا ما وهناك من يلجأ إليها عندما تكون الطيور مريضة مثل مرض التسيف والأغلبية يقدمونها للطيور على مدار السنة لما فيها من فوائد كثيرة واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية من فوائد البيريلا للطيور أنها تعتبر مضادة للبكتيريا بجانب خصائصها المانعة لتسمم الطعام وهي أيضا فاتحة للشهية ومانعة للأنميا ومضادة للذهان وتحتوي على حمض الرز مارينيك وتعمل على تخفيف أعراض الحساسية وتوازن عمل الجهاز المناعي كما أنها غنية بالأحماض الدهنية أوميغا تروى بالإضافة إلى البروتينات والفيتامينات الأخرى لكن أصدقائي لها مضار عندما نقدمها بكثرة كبيرة فمثلا نجد أنها تتسبب بالتشحم ومشاكل في الأمعاء وغيرها من السلبيات التي ترهق جميع المربين ولا ننسى القاعدة التي تقول الشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ذده كيفية التقديم تكون كالآتي تقدم هذه الحبوب يعني حبوب البيريلا لطيور الحسون أو الكناري أو الباجي أو الزيبرة إلى آخر من هذه الطيور الزينة بنسبة قليلة مع خلطة البذور كما تقدم للطيور المريضة بنسبة أكثر لأنها تعتبر مضاد حيوي وبديل عن المضاد الكيميائي أتمنى أن يكون الدرس قد نال أعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم جديد حلقاتنا ودعم صفحتنا الجديدة على التيك توك انتظرونا في الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من هنا إلى ذاك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته